السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومشاهدين الكرام هناك العديد من التساؤلات التي تريدوني بخصوص الدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية وكما يعلم متابعي قناتي على اليوتيوب فعند العديد والعديد من الفيديوهات التي شرحت من قبل على كيفية التقديم على الدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية ويجب أن يعلم الجامع الطلبة الذين يرغبون في الدراسة في أمريكا أن الجامعات الأمريكية قوانينها تختلف من مدرسة إلى مدرسة وأسأل طريقة لمعرفة الشروط والمعلومات على كل جامعة هو الدخول على موقع الجامعة لتأكد من ما هي المتطلبات التي تشتريتها في الطالب المتقدم على أي تخصص أحسن طريقة أقول أحسن طريقة وهي أن يقوم الطالب باختيار على الأقل أربعة مدرسة إلى خمسة جامعة أربعة جامعات إلى خمسة جامعة يعني الاتصال بهذه الجامعة عن طريق الإيميل فقط الدخول إلى الموقع والاتصال بهذه المدرسة أو الجامعة ويشرح لهم يعني ماذا يريد هل يريد دراسة يعني الباشر دوغري بما يسمى الاندر جرادويت دوغري يعني أنك حصل على الباكالوريا وتريد دراسة أربع سنوات للحصول على إجازة في الواد المتحدة الأمريكية هذا المستوى يسمى الاندر جرادويت بالنسبة عندما تتخرج بدرجة الباشر دوغري يعني تحصل على إجازة تسمى جرادويت بالنسبة للأشخاص الذين يريدونها دراسة الماجستير والدكتورة فتسمى الباست جرادويتشن يعني ما وراء تخرج ما مراء الإجازة فكما قلت الدخول على الموقع والاتصال بالجامعة والشرح الظروف هناك العديد من إخوان لديهم إجازة في المغرب ويريدون القدوم المتحدة الأمريكية أو يعني حفظا لاساً المغرب في دولنا العربية ويريدون القدوم المتحدة الأمريكية من أجل دراسة يعني في نفس تخصصهم هؤلاء الأشخاص يجبوا أن يعلموا أنهم لا بد لا بد الاتصال بجامعة إيجاد جامعة الاتصال بتلك الجامعة معرفة ما هي الشروط من أجل معادلة شهادتهم التي يعني حصلوا عليها في بلدهم هذا إذا لم يريدوا أن يبدأوا من الصفر أما أنهم عندهم ديبروم أو عندهم شهادة ويريدون الإكمال هنا في الولايات المتحدة الأمريكية فعليهم الاتصال بالجامعة أن يشرحوا للجامعة بأنهم حاصلين على الإجازة أو حاصلين على المرجستير أو غيرها من الشواهد وأنهم يريدون دراسة شعبة كذا ويريدون ما يعرفت ما هي الشروط المطلوبة أوكي لأن هناك ناس يعني درسوا لمدة أربعة سنوات بخصص السنوات لا يريدون أن يخسروا تلك السنوات ويبدأوا من الصفر دائما الحل الأول هو الاتصال بالجامعة لتأكد من ما هي المتطلبات هنا سوف أوضح لكم في هذا الفيديو بعض المتطلبات التي تشترطها غالبية الجامعات أقول المتطلبات البسيطة أولا يطلبون مثلا أن تبعت لهم هل عندك هاي سكول هل عندك برسر دوغري هل عندك مانستر هل عندك بي اتش دي يعني دكتورة يعني هذه من الشواهد التي يطلبونها يطلبون ترانسكريبت ترانسكريبت هو بيان النقط بيان النقط يعني سنواتك الدراسية سواء إذا كنت تريد دراسة يعني الإجازة في أمريكا يعني أربع سنوات في الجامعة سوف يطلبون منك بيان نقط السنوات الدراسة التانوية إذا كنت تريد دراسة المصدر سوف يطلبون منك بيان نقط مثلا السنوات التي سبقت المصدر وهكذا سوف يطلبون منك يعني نسخ من جواز سفارك. سوف يطلبون لك مثلا تقوم بسكان نسخ لجواز سفارك. ربما يطلبون منك سي في او سيرة داتية. هذه من الاشياء التي لا يعلمها لبعض. بعض المرات يطلبون منك سيرة داتية خصوصا اذا كنت يعني مثلا حاصل على المجزستير فهم يظنون ربما ان الانسان يدرس ويشتغل فيريدون معرفة هل مثلا هذا الطالب كان يدرس في تخصوصه. يشتغل الى جانب درسته في تخصوصه. شيء لم يدر قبيل. بعض ما درس. اقول اه ديس اس دي بايسيك. هادو يعني اه الاساسيات يعني ليس مجمل يعني الاشياء. يطلبون التستين سكورز. تستين سكورز هم يعني نوقاتك التي حصلت عليها في 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 يعني امتحان اللغة مثلا. الطوفل ايليتس اه القماط يعني جميع يعني اه نقاطك في هذا في هذا الصدد. يتأكدون مثلا من كفاءتك في اللغة الانجليزية. اه بعض المرات اه او ما يسر بعض المرات اه او ما يسر بعض المرات. دائما يطلبون يعني اه دلائل تبين قدرتك على اه يعني اه دفع مصارف الدرسة. او ما يسمى او ما يسمى او سكولارشيب او فاندين. هل انت حاصل على سكولارشيب? هل عندك برايفيت فاندين? معنا برايفيت فاندين يعني ان شخص يموي لك. مثلا انت عندك اموال او احد افراد العائلة عندهم مال الذي سوف يتكفل بدراستك. يعني هذا الاشياء. يطلبون رسائل او رسائل تزكية. بعض الاحيان تكون بين اه رسالة الى تارت رسائل يعني يطلب منك جلب رسائل تزكية من احد اساتي ذاتك. ويجب ان تكون هذه الرسالة التزكية مكتوبة من طرف الاستاد ومبعوثة الى الجامعة. الى الجامعة. مثلا انت مصري تريد دراسة في جامعة نيويورك مثلا. سوف تذهب الى احد اساتي ذاتك في في الجامعة القايرة مثلا او جامعة محمد الخامس في المغرب او او احد الجامعات. وتطلب منه كتابة رسالة تزكية. هذه الرسالة يجب ان تكون مختومة ب ب ب اسم الجامعة التي كنت تدرس فيها العراق او مصر او المغرب او اشياء. وترسل الى الجامعة التي تود الدراسة فيها في الولايات المتحدة الامريكية. لا يمكنك ان تجرب الرسالة معك او هذه الاشياء. يجب ان ترسل من من الاستاد يعني من جامعة الى جامعة. اوكي. اه بعض المرات يطلب منك جلب رسالة توضيح لماذا اخترت تلك المدرسة وتلك التخصص. اوكي. هذه من الاشياء التي تطلب. حتى هنا في امريكا. يعني عندما تقدم مثلا على بعض التخصصات كدراسة يعني النورسين وهذه الاشياء. تطلب منك اه يعني رسالة اه لا تذكر الاسم بالضبط. لكن تشرح فيها لماذا اخترت النورسين. اوكي. وتكون الرسالة في صفحة الى صفحتين. يعني لماذا اخترت هذا التخصص هذا الميجر. فهذه من الاشياء التي يجب اه على الانسان ان تأكد منها. يجب عليك ان تتأكد بأن له. هناك بعض تخصصات تطلب شيئا ما يسمى بالبريريكوزيت. البريريكوزيت. يعني صعفة وضعوكم في الصورة. معنى ذلك. هناك بعض الاخوان او عندي صديق شخصي. ترس معي في المغرب من التانوي الى الجامعة. اه اتني الويت المتحدة الامريكية في اواخر التسعينات من اجل دراسة العلوم السياسية. بالطبع كنا خريجين يعني جامعة عادية في مدة الادب الانجليزي. تخصص ادب الانجليزي. عندما قدم الولايات المتحدة الامريكية كان من الشروط التي يجب عليه او الاقصال التي يجب عليه اخذوها قبل غمار الدخول في تخصصينا اللي هو العلوم السياسية ان يدرس ما يعني كلاسات او دروس تحضيرية في القانون في بعض الاشياء التي تحضرك تحضرك الى يعني اه دراسة المستوى او الميجر الذي يريد. يعني مثلا انسان يريد دراسة القانون لا يمكن ان يأتي الانسان ويدرس قانون هكذا القانون الامريكي. فالسنة الاوليتين مثلا هناك اه اقسام تحضر الطالب من اجل ان يكون يعني اه يحضر نفسه لدراسة قانون او دراسة الميديكال فيلد يعني شيء اه الميدان الصحي او اشياء من هذا القبيل. اوكي? من الاشياء اخرى التي يجب التركيز عليها عند التقديم للدراسة في جامعة امريكية. التأكد من انه الجامعة اغلبية الجامعات الامريكية او حتى البريطانيا تطلب شواهد تبين كفاءتك في اللغة الانجليزية. كفاءتك في اللغة الانجليزية. من سبيل التكر التوفل الاي اي 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 سي بي اي جي ام اي تي او ما يسمى بالقماط جي ار اي. يعني هناك العديد. وعليك الدخول الى موقع الجامعة والسؤال ما هو نوع الامتحان المطلوب. ما هو نوع الامتحان المطلوب. لان ليس جميع الجامعات تطلب توفل. ليس جميع الجامعات تطلب جار اي. يجب التأكد من لدون الجامعة قبل مثلا ان يذهب الانسان ويخسر اموال مثلا في الحصول على توفل وبعد ذلك تجد ان جامعة مثلا تطلب امتحان اه اخر. مرة اخرى اقول هذه هي البيسيك ريكوايرمنت البيسيك ناليج يعني المعلومات الاولية التي يجب على الانسان القيام بها. عندما تصل بالجامعة وترسل طلبك مثلا وتتم الموافقة عليه. سوف يتم اخبارك بانهم مثلا وافقوا على طلبك وسوف يعطيك رسالة. هذه الرسالة سوف تأخذها بالاضافة الى الوتائق المفروض ملؤها عند التقديم على تأشيرة الدراسة في الوات المتحدة الامريكية كيف كيتبيننهم في القنصلية بانك حصلت على مقعد في احدى الجامعات الامريكية واندك تبقى اه انت وضابط الهجرة من اجل اقناعه بانك لديك نية الدراسة في الوات المتحدة الامريكية والرجوع الى بلدك. هذه من الاشياء التي اركز عليها. المقابلة في تأشيرة السياحة والدراسة اقوال لمرة المليون هي التي يبني عليها طابط الهجرة. يعني هل هو سوف يمنحك اه يعني التأشيرة ام لم يمنحك التأشيرة. لان هناك العديد من الاخوان الذين يظنون ان منفاتهم يعني مستوفي الشروط وانهم عندهم يعني الامكانية المادية التي تخول لهم اه يعني اه تكملة الدراسة في الوات المتحدة الامريكية لكن يوم المقابلة يصدموا بالامر والمغير وانه يتم رفض تأشيرتهم. وهناك العديد من الاخوان الذين يرسلون في هذا الموضوع. هناك بعض الاخوان الذين قالوا لي بان ضابط الهجرة لا لا يعطي اهمية للملف. يعني يوم التقديم على المقابلة عندما يأخذ الملف بين يديه لا يراحض يعني الوثائق هذه الاشياء بل يركز اقولها دائما يركز على الاجوبة. لان الاسئلة التي اه تعطى يوم المقابلة هي اسئلة سيكولوجية يعني نفسية شيئا ما او اه ما يسمى بتريك يعني يريد خداعك فيريد يريد ما عرفت ماذا تنوي بعد الدراسة لماذا اخترت الولايات المتحدة الامريكية. وكنت حاضرا انا في احدى المرات في القنصلية يوم حصلت على تأشرة دخول الولايات المتحدة الامريكية ورأيت طلبة يسألون اسئلة غريبة جدا. مثلا يسألون في القنصلية في المغرب مثلا اعطيكم مثال لماذا اخترت امريكا ولم تختار فرنسا بحكم ان فرنسا مستعمر وهو اورق يعني اه شريك للمغرب. ففي هذا الحال هناك ناس لا يعلمون كيف يجب على هذا السؤال. او يسألك لماذا اخترت هذا التخصص مع العلم انه يمكنك دراسة هذا التخصص في بلدك. فاخوان حاولوا ما امكن عند التقديم على هذه التأشيرات اه خصا الدراسة ان تحضروا انفسكم لانكم انتم امام ضابط للهجرة. ضابط للهجرة. يعني وهناك ناس يعني شيئا ما صريمين. عندهم صرامة كبيرة يعني مجرد جواب خاطئ يقوم بيعني اه برفض الطلب. هنا لسا تخوفكم بل يتحضيركم. لان هناك بعض الاخوان يظنون انه عنده ملف كامل عنده المصارف كاملة عنده انسان سوف يصدف اه هذا الانسان يعني مثلا هميكس مالي عنده مال وادلاشية ورغم ذلك يتم رفضه ويسأل لماذا. فاقولها دائما. اما انه هناك خطأ في الملف. اما انه عندك جواب في المقابلة دفعت هذا الضابط الى انه يرفض تأشيرات دخولك للوية المتحدة الامريكية. في النهاية هذه بصفة عامة يعني اه بعض المعلومات البيسيك اقول البيسيك التي تساعدك في التقديم على دراسة في الولايات المتحدة الامريكية في اي جامعة هنا في الولايات المتحدة الامريكية. وانصح دائما قبل ان اختم انصح دائما بالتقديم على الكميونيتي كاليج. الكميونيتي كاليج. هادو يكون هادو جامعات يعني ارخص. ارخص. اما دراسة في جامعة عما يسمى يونيفرسيتي. يعني هارفورد ييل يعني اي مؤسسة تحمل كلمة يونيفرسيتي. كنوا متأكدون ان مصارف الدراسة غالية وغالية جدا. لان الدراسة في الولايات المتحدة الامريكية امر خيالي. لانها اقولها واكررها دائما فهي بيزنس بالنسبة لولايات المتحدة الامريكية. اوكي. فاتمنى ان المعلمات تكون مفيدة. واذا كان عندكم اي استفسار دعوه يعني في 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 التعليقات وسوف اكون ممتن واكون سعيد بالاجابة على هذه السئلة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.